السلام عليكم اليوم بدي اعمل معكم وصفة سهلة وطيبة كتير اللي هي التبولة هي وصفة لبنانية منعشة وجدا مفيدة لوجود البقدونس بكمية كبيرة فيها عندنا هون المكونات عندي بقدونس ونعنع وبصل اخضر للي بيحب طبعا وعننا خيار وبندورة ليمون عصير ليمون ملح فلفل اسود برغل مخصول برغل ناعم طبعا وزيت زيتون هون عنا البرغل الناعم بس غسلته شلت المي عنه هلأ بضيف عليه عصير الليمون بس لحتى يغمره على مستوى وبحط زيت زيتون طبعا في بنقعوب المي بس هاي الطريقة افضل لانه بياخد من نكهة السوائل الموجودة فيه الليمون والزيت وبعدين لما نحرك التبولة كاملة برضو احتجنا زيت احتجنا ليمون منحط بس هيك برضو بيكون البرغل اخد من النكهة الموجودة فيه اكتر منحركه شوي ومنتركه على جنب لحتى يضاعف حجمه ويسحب النكهة السوائل الموجودة فيه بنكون هون فرمنا البقدونس والنعنع والبصل الاخضر والبندورة والخيار مع بعض. هلأ بنضيف عليهم البرغل المنقوع اللي حضرناه بالكمية اللي بترغبوها انتو. الكميات اللي استعملتها بحطوكم اياها ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بنحط شوية ملح وشوية فلفل اسود وبنحركها. طبعا بتدقوها وبتشوفو ازا بدها ملح منزيد او ازا بدها زيت زيتون او ازا بدها ليمون. وبهذا الشكل النهائي بتكون عنا التابولة جهزة نسكبها بصحون وبالف صحة وعافية على قلوبكم. مصفة كتير سهلة ومفيدة كتير. صحتين والف هنا. شكرا للمتابعة. السلام عليكم.